السلام عليكم وأهلين بالشباب تدريس القرآن في المدارس الحكومية طلب شعبي على ما أتوقع ويا ريتي تنفذ من 4 سنين ل 18 سنة طبعا حضراتكم سمعتم في مصر أو الأنين أو متعصبين بسبب أن الدولار فجأة بقى 18 جنيه وحاجة وبتسمعوا عن حاجة اسمها التعويم الجنيه للمرة التانية هو ما 피ش حاجة اسمها تعويم الجنيه للمرة التانية لأن أصلا الجنيه ما عامش في المرة الأولانية محدش يضحك أقول ده غرق لا الجنيه العام ولا غرق هو يعني ايه تعويم الجنيه؟ تعويم الجنيه معناها لناس اللي مش فاهمة تحرير سعر صرف الجنيه بمعنى أن الجنيه المصري في السوق في مصر هيكون تمنه التمن العالمي يعني ايه؟ يعني أنت مثلا معك جنهات مصرية وسافرت لدولة أوروبية وعايز تغيرها لدولارات بياخدوا منك الجنهات المصرية ويعطوك دولارات وبيجوا والبنك الأوروبي ده بيجي مصر يعطيهم الجنهات المصرية وياخد دولارات سعر الجنيه هيكون عالمي يعني العملة الأجنبية هتكون متوفرة في كل البنوك بالسعر الحقيقي للجنيه حسب قيمته الحقيقية حسب قوته الشرائية الحقيقية حسب اقتصاد البلد حسب اقتصاد مصر من سنتين ونصر من ثلاث سنين لما مصر حبت تاخد قرض من البنك الدولي كان من ضمن شروط تحرير سعر صرف الجنيه يعني مصر ما تدعميش الجنيه حط الجنيه في السوق وهو وتمنه السوق هو اللي هيحدد قيمة الجنيه حسب الاقتصاد المصري لما مصر ثبت الجنيه وقررت تعويم الجنيه والبنك المركزي رفع ايده عن الجنيه الدولار كان بسبعة جنيه وحاجة فجأة وصل تمنتاشر جنيه ونص وكان شكل كوده يخش على عشرين اتنين وعشرين حصل مشاكل وقلق في البلد فهنا تدخل البنك المركزي وقرر انه يتحكم في سعر الجنيه المعلومات دي انا عرفتها بعدين يعني انا اصلا ما كنتش اعرف ان البنك المركزي تدخل علشان يتحكم في سعر يعني يدعم الجنيه لاني كنت فاكر او معتقد ان الجنيه اتحرر خلاص لقيت فجأة ان الجنيه المصري بعد ما اصل تمنتاشر نص بدأ يقل بالتدريج وكل يوم يقل قرش قرشين قرش قرشين يوميا انا عايش في امريكا وبسافر لدول تانية وشايف سعر الدولار يعني علشان الجنيه المصري يقل حاجة يعني قل يعني يرتفع قدام الدولار هو قصلي الجنيه قل يعني يعني كمية الجنيه ترتفع قدام الدولار يعني الدولار ب18 يبقى ثاني يوم 17 وشوية 17.90 17.80 يعني قيمة الدولار تقل قدام الجنيه عشان قيمة الدولار تقل قدام الجنيه او عشان قيمة الجنيه ترتفع قدام الدولار ده بيحصل باما اقتصاد البلد اللي هي مصر اتحسن او اقتصاد امريكا انضرب حاجة من الاتنين عشان الجنيه المصري يطلع والدولار الامريكا ينزل في الوقت اللي لقيت الدولار بينخفض كل يوم ارش ارشين كل يوم ارش ارشين لقيت الدولار بيرتفع في كل دول العالم حاجة مش طبيعية ازاي الدولار بيرتفع في العالم كله و بينخفض في مصر في نفس الوقت الاسعار في مصر غالية يعني معنى كده ان الاقتصاد في مصر ما تحسنش بدليل ارتفاع الاسعار ولقيت الجنيه بينزل باستمرار ارش ارشين ارش ارشين عندي جماعة يعني اصدقاء هنا في امريكا انا بقلي حاجة و 30 سنة عندي اصدقاء كتير وانا وواحد خبير في الاقتصاد فسألتوا ايه اللي بيحصل في مصر ده قال للحل الوحيد الاجابة الوحيدة للي بيحصل في مصر ان البنك المركزي بيدعم الجنيه لمصر قلت له بس ده ممنوع لان البنك الدولي قرر او اكبر مصر تحرر سعر صرف الجنيه عشان يعطيها قرد قال لي انا معرفش ازاي ولكن مفيش تفسير تاني للي بيحصل في مصر قل ان البنك المركزي في مصر بيدعم الجنيه قلت له طب والموضوع ده يستمر كتير قال لي حسب اقتصاد مصر حسب قوة الدولارات في مصر لو مصر فيها دولارات كتيرة فممكن يدعم لفترة فانا قلت في الفترة دي كان مصر فيها عندها مشكلة في الدولارات ما كانش فيه كتير فانا قلت اكيد الموضوع ده مش ياخد له 3-4 شهر والبنك المركزي هيشيل ايده من على الجنيه ويسيب سعر الصرف يبقى حر لان ده طلب من البنك الدولي فكان عندي قناة ساعتها اسمها نجمتنا الخضراء فعملت فيديو في القناة وقلت يا جماعة اللي بيحصل في مصر ده مش طبيعي قلت ان كل الدولار بيرتفع في كل الدول العالم وبينخفض في مصر وقلت ان الاقتصاد في مصر حسب اللي انا شايفه ما هواش كويس لان اسعار بترتفع فقلت ان انا بتوقع ان في خلال شهور قليلة البنك المركزي انا قلت اكيد البنك المركزي بيدعم الجنيه المصري واكيد في خلال 3-4 شهر البنك المركزي هيبطل تدعيم لان مصر ما فيهاش دولارات كتير قلت اكيد البنك المركزي هيبطل تدعيم الجنيه وقلت اول ما البنك المركزي هيبطل تدعيم الجنيه المصري الدولار هيوصل لعشرين جنيه تاني. انا قلت كده. وفعلا انا قلت كده ان دي حقيقة. ليه? لان واحد خبير اقتصادي هنا اعلمي اعرفه قال لي المنطق والعقل والمنطق وكل الحسابات الدولية بتقول ان الدولار الامريكا هيبقى عشرين جنيه او اكتر. فازاي الدولار بيقل في مصر انا مش عارف. فانا طبعا القناة بتاعتي زي ما انتم عارفين ما بقولش ها للحقيق. فانا قلت يا جماعة اكيد هيجي يوم وقريب قوي ان الدولار حيرتفع في مصر عشرين جنيه. الجماعة الاخوان عندهم فلوس كتير دولارات وعينينها. انا طبعا ما كنت شعرف ساعتا ما كنت شعرف المعلومة دي عرفتها بعدين. الاخوان عرفت بعدين يعني انهم بيلموا الدولارات من السوق وبيخزنوها علشان يعني بيتجرف الدولارات. علشان لما لما سعر الدولار يرتفع يقوم يبعوها. والموضوع ده هو اللي عمل لا يعني عملية ان الاخوان يلموا الدولارات من السوق ده عامل مشكلة في مصر لانهم ساحبين الدولار من السوق. فمن هنا كان تفكير البنكي المركزي انه يفضل يقلل في سعر صرف اه الدولار علشان الناس الاخوان دول لانهم كتير بلد فيها يجي مليون اخوان يعني في الفترة دي كانوا الاخوان بيبيعوا بيوتهم يبيعوا اراضيهم يبيعوا مصانعهم يبيعوا بهيمهم كانوا بيبيعوا كل حاجة ويشتروا دولارات. فكان يعني كان فيه فعلا مخطط لسحب الدولار من مصر. فانا اكتشفت ساعتا ان الامتابع قناة الاخوان انا ما كنت شعرف. اه فلما قلت ان الدولار حيرتفع لعشرين جنيه ما بيعوش الدولار هندي. ففضل الدولار يقل لي يقل لي يقل لحد لحد مبارح. فجاء بعدها بحوالي سنة كده زعلوا مني وقالوا انا ما كنت شعرف انهم اخوان انا بعرفها فكرهم اصدقاء القناة. زعلوا وقالوا انت ازتنا احنا احنا سبنا الفلوس ما بسبنا الدولارات ما بيعنهاش على اساس ان ان انت عارف ان الدولار هيرتفع. دلوقتي الدولار انخفض. انت اكيد شغال مع الحكومة المصرية. انت شغال مع السيسي. السيسي هو اللي قالك تقول الكلمتين دول علشان ما نبيعش الدولارات علشان نضطر نبيعها بالرخيص. يعني الاخوان اتهموني ان انا بشتغل مع الحكومة وبنيمهم علشان ما يبيعوش لحد ما الدولار يرخص يرخص وغزبا عنهم وبيعهم بالرخيص. انا بريء من التهم دي. انا بريء من الكلام ده. اللي حصل بالزبط ان ما قلت لكم ان ان الجنيه هيوصل. ان الدولار هيوصل عشرين جنيه. كان على اساس ان الجنيه متحرر. لكن انا اكتشفت بعد كده ان ان البنك المركز المصري بيدعم الجنيه. واعتدتهم واسبتت لهم الكلام. قلت لهم روحوا. اخد روح اي بنك. بنك مصري. بنك الاهل المصري. بنك الكاهرة. اخد معك مليون جنيه مصري. وقال لهم يا جماعة انا عايز اغير المليون جنيه ده لدولارات. لو غيروا لك المليون جنيه مصري لدولارات. يبقى فعلا اه 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 الدولار في مصر هي دي امته الحقيقية. يبقى الاقتصاد في مصر اتحسن. وابقى انا غلطان. وساعدتها يبقى لك عندي حق. لانا انا كده غلط. لكن لو ما اعطوك شي يبقى انا عندي حق ان البنك المركزي بيدعم الدولار. ليه? لما البنك المركزي دعم الدولار. معنى كده ان فيه اوامر للبنوك المصرية انها تشتري دولارات بتمن معين لكن ما تبيعش. وفي نفس الوقت البنك هو اللي البنك المركزي هو اللي بيعطي الفلوس لرجال الاعمال انهم يستوردهم من من برة. وبرضه بتمن قليل. آآ فضل البنك المركزي ماشى على الطريقة دي لحد امبارح. وانا فضله ناس كتير ظل مني. طبعا في يعني ناس قالوا احنا خسرنا ملايين. قلت انها رسود خسرته ملايين. ده انتم على كده كنت سرقين البلد عشان تخسر ملايين في فرق فرق العملة يبقى عندكم مليارات. قلت يعني فعلا الاخوان دول كانوا مصين دم مصر. يعني الفيديو اللي قلته. يعني يعني ضرني انا كقناة. لان القناة بتاعتي تقريبا نجبات الخضراء اتقفلت. اتقفلت الاخوان كله يعني كان كل يمتابعني اخوان كلهم قالوا الراجل ده بيشتغل مع السيسي. اتهموني اني بيشتغل مع السيسي مع ان انا بريء من التهمة دي. ولكن في نفس الوقت مصر استفادت انهم باعوا فلوسهم بسعر قليل. عملت الفيديو بعد كده لتولهم يا جماعة يا جماعة يجراش حاجة ابدا ان انتم تبيعوا فلوسكم حسب الموجود في البنك. حتى لو الدولار اتفع بعد كده مش مشكلة هنتم بتساعدوا مصر. كانوا هيقتلوني. جات لي رسائل قتل ساعد مصر. يعني واحد قال لي لو شفتك اضربك بالنار. والله ارسالي من رسائل. تقول لي عايزنا ساعد مصر لو شفتك اضربك بالنار. اخواني اخواني مساعدة مصر بالنسبة له جريمة يعني. فانا قلت يعني انا بطلت اعمل فيديوهات على قناة نجماتنا الخضراء لان انا حسيت اني اتظلمت. انا بقول حقايق ولكن علشان يعني عشان الحقايق ما جاتش على مزاجك تتهمني اتهمات انا بريء منها. ولكن شوف ربنا يعني فيديو من الفيديوهات اللي انا عملتها زمان قلت هيجي اليوم اللي براءتي هتظهر. هيجي اليوم يعني الناس يعني الناس ماش فهمة يعني يعني للأسف فيه ناس كتير مش مش عارفة مش عايزة اقول ناس جهلة في مصر لكن فيه ناس كتير ثقافتها قليلة. الناس مش عارفة ان ازاي البنك الدولي يقول لمصر حرروا الجنيه ومصر بتحررهاش. وفعلا ده ده تقلي من السيسي. عارفين معنى معنى ان البنك الدولي يؤمر مصر بتحرير الجنيه علشان يعطي مصر كارد. والسيسي يقول لا مش احرر الجنيه. ده السيسي عنده 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 يعني عنده قوة انه يمشي كلمته على البنك الدولي. فاهمين? لان لان تحرير سعر الصرف تحرير الجنيه مكملش من ثلاث سنين. يعني لو كان تحرير سعر الصرف اكتمل وفعلا الدولة خلعت ايديها على الجنيه المصري كان زمان الجنيه بدلوقتي بعشرين باتنين وعشرين زمان الدولار بعشرين وباتنين وعشرين جنيه. لكن السيسي لقى ان الدولار طالع فقال لك لا نزله. وكان بيدعم الجنيه من البنك يعني الدولة كانت بتخسر فلوس علشان تقوي الجنيه. ولكن اللي حصل من يومين ان الدولة ما عندهاش يعني بقالها حوالي تلات سنين بتدعم في الجنيه. ولكن اللي حصل ان البنك المركزي لقى عنده ما عندوش ما يقدرش يدعم في الجنيه اكتر بسبب المشاكل بسبب بسبب الحرب والدخل الدخل بتاع مصر اقل دخل السياحة ارتفاع اسعار الرز يعني الحرب عملت مشاكل اقتصادية في مصر خلت ان استمرارية البنك المركزي في تدعيم الجنيه ما يقدرش. وفي الوقت نفسه البنك المركزي المصري عايز ياخد قرد تاني من البنك الدولي. فالبنك الدولي اشترت عليه لو عايز تاخد قرد لازم تحرر الجنيه المصري تماما. خدت بالكم يعني 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 المشاكل جات يعني السيسي مضغوط عليه. السيسي عمل اللي عليه. السيسي قعد تلات سنين بيدعم في الجنيه المصري من البنك المركزي عشان يمسكه. الرجل هيعمل ايه? هيجيب فلوس نجيبه. فما تظلموش السيسي. لو عايزين تظلمه. اظلموا حسن مبارك. مش السيسي. اللي بيفهم يظلم حسن مبارك مش السيسي. فهمته ولا فهمتهاش. يعني اللي خلى البنك المركزي يقرر انه يحرر سعر صارف الجنيه. ده ما اسموش تعويم تاني. لانه اصلا التعويم الاولاني مخلصش. مخلصش. بدليل. انا قلت بدليل. هل اي حد يروح البنك في الثلاث سنين اللي فاتهم. في اي حد راح البنك وودهم فلوس مصرية وعطوه دولارات. مستحيل. انت بتروح تعطيهم دولارات يعطوك مصري. علشان يبقى الجنيه عام بحق وحقيقي. علشان الجنيه يبقى سعر وصرف اتحرر بحق وحقيقي. يبقى ممكن اي مواطن مصري يخش اي بنك في اي وقت بالبطاقة بتاعته وعنده فلوس مصرية يعطوهم فلوس مصرية ياخد دولارات بالبطاقة وحتى ما اسألوش انت هتعمل بها ايه. مش شغلك. انا اغير دولارات. ليه? لان سعر الجنيه هو سعر العالمي. ولو حصل تحرير سعر صرف حقيقي. هتلاقي كل بنوك مصر فيها دولارات. هيبقى الدولار موجود في كل مكان. ليه? لانه بيتباع بسعره العالمي. فهمتو قصدي? لكن علشان تخش بنك تقول له عايز دولارات. اقول لك ما عنديش او ممنوع. يبقى لسه الدول. يبقى لسه الدولة بتدعم في الجنيه. ايه? انا قلت عملت فيديو من سنتين. من من حوالي سنة ونص. هسمعه لكم في نهاية في نهاية الفيديو ده. هخليكم تشوف الفيديو اللي انا عملتو من سنة ونص في قناة نجمتنا الخضراء. عملتو يوم اه سجلتو يوم يوم عشر اغسطس عشرين عشرين. تسجيل الفيديو. هو ما لساته موجود لحد النهاردة في قناة نجمتنا الخضراء. اه بتاريخ عشر اغسطس سنة عشرين عشرين. مكتوب في سبب مشاكل الجنيه يعني. العنوان بتاعه هتشوفو دلوقتي. اه قلت في فيديو ده ان هيجي وقت او هيجي الوقت لما ان البنك المركز المصري يشيل يشيل ايده من على الجنيه ومش هيدعم الجنيه المصري ساعتها الدولار هيوصل عشرين جنيه. الكلام ده كان من سنة ونص. والكلام اللي انا قلته من سنة ونص اه بيحصل. علشان الناس اه اللي ظلموني زمان مع ان ما يهمنيش لانهم اخوان ولكن انا محبش حد يفتكر ان انا اه متجه لناحية او لناحية تانية. الناس اللي ظلموني زمان وقالوا ان انا اه اه عميل الحكومة المصرية يعرفهم ان انا الكلام اللي قلته اه كان على اساس ان الجنيه اتحرر. وبدليل ان لما اه الجنيه اتحرر لما الدولة قررت اتحرر الجنيه في يوم واحد بقى تمنتاشر وشوية وقت حداكم في خلال اسبوع يوصل عشرين جنيه. لو فضلت الدولة هتحرر سعر الصرف بجدية انما لو رجعت تاني تدعمه تاني فمعرفش. فيعني الحقيقة بانت ولكنها اخذت لها سنتين ونص على بدبان. يعني انا فضلت مظلوم سنتين ونص لحد ما بانت الحقيقة. وطلعت ان انا صح. عشان كده بقول لناس كتير. اما اقول لكم حاجة صدقوها. اتمنى ان ان الكلام اللي قلته من سنتين ونص على على مشكلة الدولار في مصر. وان اللي قلته اثبت حاليا انه حقيقة. وهسمعكم الفيديو. بعد كده الناس تصدق الكلام اللي اقوله. خاصة الناس اللي ظلموني زمان. حتى ولو اخوان محبش حد يظلمني. هسمعكم الفيديو اللي انا انا صورته مرة تانية من قناة نجماتنا الخضراء. لكن تقدر تروح تشوفوه. في قناة نجماتنا الخضراء. هتشوفوه بعد ده. عشان تعرفوا ان انا يعني كنت مظلوم. وفي نفس الوقت علشان الناس حاليا يعرفوا ايه اللي بيحصل في مصر. اللي بيحصل في مصر ده مش تعويم تاني للجنيه. لان التعويم الاولاني ما حصلش. التعويم الاولاني ما حصلش. يعني اللي بيحصل حاليا هو تكمله لتحرير سعر صرف الجنيه. يعني سعر الصرف من ثلاث سنين ماكملش. لانه زي ما قلت لو كمل للاخر تقدر تخش اي بنك وتاخد دولارات. لكن ماكملش. فدلوقتي على اعتقادي ان اجباري هيكمل. ما عرفش بقى هيكون وضع البنك المركزي ايه. هل هيدعم تاني ولا لا. ولكن ده مش تعويم تاني. ده تكمله للتعويم الاولاني. فهمتوا قصدي? الفيديو اسمه سر الانخفاضات المستمرة للدولار امام الجنيه المصري. والكلام ده حصل في يوم عشر اغوبي. اه في قابريل السنة اللي فاتت عملت اه فيديو مخصوص الدولار. ايه اللي بيحصل للدولار في مصر. في الفترة دي من من يناير السنة اللي فاتت وكانت الدولار كان بـ 18 جنيه وزيوش وشوية. واعلت الحكومة المصارية تقلاله ارش 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 ارش. انا قلته قلته قولiefي قلته للناس ان الدولار سيرتفع بعد تلات اربعة شهور. اللي حصل ان الدولار ما ارتفعش وفضل ينزل من السنة اللي فاتت لحد النهاردة لحد ما واصل خمستاشر جنيه وستين قرج وطلع الستداشرة جنيه وشوية ونيزل تاني. المهم ان الدولار ما ارتفعش ازي ما انا قلت. وفي ناس كتير بقى اقول لي رسائل زعلوا مني ازاي يعني على اساس ان انا ازيتهم بقى ازاي اقول لهم الدولار امسيكوفلوسكو ما تغيروهاش الدولار هيتفعب علينا الدولار الخفض وانا ازيتهم. في ناس زعلوا مني. الحاجة اللي الناس دي ما تعرفهاش المشكلة في مصر ان نسبة تزعلوش مني يعني لكن للأسف نسبة الجهل عالية جدا جدا وما تزعلوش مني لانتحية. الحكومة المصرية اعلنت فترة ان الجنيه عام. عام يعني معناها تحت تحرير سعر الصرف. يعني الجنيه المصري في السوق في المصري بقى ثمنه حسب ثمنه الحقيقي. تعويب الجنيه معناه انك لما تروح اي بنك وتقول لهم يا جماعة انا معايا المليون جنيه ولا الف جنيه خدوهم يعطوني بدلهم دولارات ولا يعطوني اغرارات ولا ريال سعودي ولا اي عملة ياخدهم الفلوس ويعطوك الدولار او العملة اللي انت عايزها لان الجنيه موجود في السوق بسعره الحي هتقول لكم هو ده تعويبه معناته ان الجنيه موجود في السوق بالسعر الحقيقي له. وبالتالي هتلاقي كل البنوك وكل آآ شركات تغيير الاموال بتبيع وتشتري في في الجنيه عادي. حسب السعر بتاعي اليوم ده. ده تعويب الجنيه. لكن اللي حصل في مصر من شهر يناير السعر اللي فاتت لحد النهاردة واللي الناس في مصر ما عرفش اسكت عارفة ولا مش عارفة ان البنك المركز المصري هو اللي بيتحكم في سعر الجنيه بمعنى بيدعم الجنيه بمعنى بيقول للبنوك تشتروا الدولار بمبلغ ادي كده وتبيعوه بادي كده وبنفس الشيء برضو بيقول لي شركات توظيف العموالي برة لا شركات اللي هي مكاتب اللي بيعوا الشرا بتاع شركة الفلوف بيقول نفس بمكاتب دول تشتروا الدولار بادي كده وبادي كده. البنك المركزي هو اللي بيقول لهم البنك بيدعم الجنيه. ايه انا لما قلت ان الدولار بما كنتش اعرف ان البنك المركزي بيدعم الجنيه. ليه؟ لان طالما الجنيه المصري عام سعر الثارف اتحرر. المفروض ان البنك المركز المصري ما يدعمش الجنيه. آآ البنك الدولي اصلا ما يعني كان ده من شروط البنك الدولي علشان يعطي قروض لمصر ان ان الجنيه يتحرر. لكن انا معرفش ايه ايه الاتفاق اللي الحكومة المصرية عملتهم مع البنك الدولي بحيس يوفق ليهم انهم يدعموا الجنيه المصري. انا مش عايز اقول له الغلط لان انا ما غلطش. انا الكلام اللي قلته كان على اساس ان الجنيه عايم متحرر. مش على اساس ان الحكومة بتدعمه. وعشان وعشان تتأكدهم ان الحكومة بتدعم الجنيه المصري. خد اه اي مبلغ. ولا ما تاخدش اي مبلغ. خش بنك مصر بنك الكاهرة بنك الاهل المصر. اللي هم يا جمعين عندي مليون جنيه ولا عشرة مليون جنيه. عايز ادهم لكم ودوني بدلهم دولار او ريال او كده. مش هيعطوه. لو اخدوا الفلوس منك. المصري وعطوك بدلها دولار او ريال او اورو. بدون نقاش يا عمي ابقى انا غلطان وحقك فقراسي من فوق. وان فعلا الجنيه نزل وانا 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 اطلعت احمر. لكن لو ما اخدوش لو رفضوا يغيرو لك وفتحو لك سين وجيم يبقى انا صح وان الدولة ما زلت بالدعم الجنيه المصري. وانا ما غلطش. وازلت مصر ان لما الحكومة المصرية ترفع ايديها عن الجنيه وتكرر ما تدعموش هيوصل دولار هيوصل عشرين جنيه تاني. خليني اقول لك البنك المركزي بيفكر ازاي. اه الناس في المسؤولين في مصر كلهم بيقولوا ان الشعب المصري بالكامل بيتاجر في العملة الصعبة. يعني اه تفكير الحكومة المصرية. ان كل الناس في مصر بقت تتاجر في الدولار. اللي عنده محايم باعة واشترى دولارات. اللي كان عنده مصنع باعة واشترى دولارات. اه تفكير الحكومة تفكير البنك المركزي ان البيوت ان الشعب المصري بالكامل مخزن دولارات في بيته على اساس يتاجر فيها وهي تيبقت شغلته. فالسياسة اللي اللي بيستخدمها البنك المركزي السياسي. النفس الطويل. قد تبلكم عني النفس الطويل. يعني من من السنة اللي فاتت عملين يقللهم في 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 سعر اه الدولار. علشان الناس اللي محوشها الفلوس دي في بيوتها. ييجي عليها وقت ويقول اه الدولار عمره ما هيزيد تاني عن كده. ويبيعهم اه الفلوس اللي هم محوشانها في بيوتها. ودي حقيقة في ناس اه في مصر عندها مش عندها ملايين في بيوتها ومليارات. ومستنين لمساعدة التفع عشان يبروها. فهي دي سياسة البنك المركزي. البنك بيدعم الجنيه علشان على امل ان الناس اللي مخزنها الفلوس في بيوتها تتعب وتميل وتزهق وتروح تغير الفلوس دي. علشان كده بيسموها سياسة النفس الطويل. وكل ما بمصر يجيلها شوية دولارات تدعم الجنيه. فهمتم? اه انا مغلطش في حاجة لما قلت ان الجنيه هي تدفع. وانا معكم والايام بيننا. لو او في اي وقت الحكومة المصرية هتقرر رفع ايدها عن الجنيه المصري ومش هتدعمه وهتسيبه للسعر الحر يعني. الدولار هي ببعشرين جنيه. والايام وبيننا. معرفش امت عشان محدش يقولي انت بتختارع تاني. واستأكد من كلامي زي ما قلت لك خش اي بنك وحاول تشتري دولارات. مش هغير الله. فهمتوا يا شباب? الحاجة التانية. ان اه الناس اللي عندها دولارات اه في بيوتها دلوقتي. ما يجراش حاجة ابدا انهم يروحوا البنوك ويغيروها. حتى لو الدولار ارتفع ما تزعلش لان انت يعني انت بتساعد بلدك. يعني انا رأيي في الازمة اللي اللي موجودة حاليا ومعدش فيه دولارات دخل مصر زي الاول بسبب الفيروس الزفت ده. انا رأيي ان كل موات مصري عنده دولارات مخزنة بيته. ومستني دولارات تدفع ويباعها. بلاش يفضل مخزنة ويروح يباعها. ايديها للبنوك. ما تدعش شركات بره. روح للبنوك. خاصة بنك مصر او بنك الاهل المصري بنكين دول. اعدوا الدولارات دي كلها او القرارات او العمرة الصعبة اللي لكم للبنوك للبنكين دول. وغيروها بالسعر اللي موجود. وما تزعلش. ما تزعلش. لو اه الدولار اتدفع في يوم الايام. اعتبر نفسك بتساعد مصر. اعتبر نفسك بتساعد مصر. مش عيب ومش حرام انك انك تساعد بلدك. مش عيب ومش حرام انك تساعد بلدك. انا شخصيا اه يعني هعمل كده. بالنغير كده كررتي اني اساعد شباب بلدي في اني هعمل لهم كورسات تعليم لغة انجليزية حقيقية. يعني انا هقوم بالدور اللي علي كمواطن مصري يهمه مصلحة بلدي. يعني في رئيس امريكي زمان جاك كندي سنة ستين قال. اه مش متقولش امريكا عملت لايه? قول انت عملت ايه لامريكا? نفس النظام انا بقول للشعب المصري. اه متقولش مصر عملت لايه? قول انت عملت ايه لمصر. ساعدوا مصر. اه الفيديو ده انا قلته علشان الناس اللي زعلانة مني بسبب السنة اللي فاتت موضوع الدولار فقال لهم ما تسعلوش مني انا مغلبتش. هو فعلا الدولار كان مفهود يزيد بس الدولة هي اللي بتدعمه. فمتسعلوش مني. الحاجة التانية بي موضوعات اللي عندكم ادوها للمنوك المصري يساعدهم لكم. مصر حاليا في امسل حاجة للدولارات. فالمليارات والملايين اللي متخزنة في بيوتكم بيتهيق لي. بجيه الوقت انكم ترجعوها للبنوك المصري. خلاص? نتمنى ان الامور تكون اتضحت ومحدش يبعاتلي رسائل زعل تانية وديني شرحت لكم الكصة كاملة يعني. وتصبعوا على خير.